المشكل في سفيقس زادة حصرنا سفيقس كان في النمو الاقتصادي وفي النشاط الاقتصادي ومن أجل النشاط الاقتصادي معناتها مشينا الباقي الكل كل ضحينا به ضحينا بجمالية المدينة ضحينا بنمط العيش ضحينا بالمعنية اللي نسميها كانت سفيقس وانا هذي من الحاجات اللي خلقوني برشا اللي نحكيه على جمالية العيش في سفيقس كانوا تاريخ قديم كيفاش كان قبل فما الشط وكان فما الكازينو وكان فما المسرح وكانت العباد معناها تخرج للشارع وتعيش مبعضها وفما اللمة وفما الفرحة في سفيقس يخي هذي معناها سياح منا علي خط وانسيناه هذي يزمو يرجع محسن مرزوق لما يقول وانه وقت اللي تحوس في سفيقس تشوف وضعية ما بعد الحرب ومش صحيحة صحيح كتشوف انت الكيسات كيفاش كيف تشوف معناتها الحالم تاع الترطور كيفاش في سنترو فيل المباني اللي التاريخية في وسط سفيقس اللي قاعدة لكلها قاعدة تنهار كي تدخل المدينة العتيقة بلاد العربي متاعنا اللي معناتها وحد ولا كيدخل لها يحشم محمد تدخل انت بلاد العربي توافليل معاش تتعفص المسرحة بلادي اللي توا 3 أو 4 سنين مسكر سينما ويت اللي كانوا معناها أثراو الثقافة في سفيقس ما عادش موجودين سفيقس وليت خربة وكيدزيدوا تشوف مثلا المباني اللي هي حكومية في وسط المدينة في سفيقس اللي يكونهم في حالة خرب تشوف اللي كان قبل مقر متاع الولاية اللي هو معناها في تاريخ الاسفقسية الكل في ذكرته اسفقسية لكل المبنى هذكا ولي هو من أجمل مسار في وسط المدينة في سفيقس قاعدة في حالة خراب تشوف مثلا اللي كان قبل مقر متاع البريد القدم شوي في شارع حبيب بورقيبة اللي فيه ترافو معطل عنده 4 أو 5 سنين ولي كان المشروع أنه نبقيه على الطابعة متاع المبنى واللي ما نجموش معناها مشاهل كله معناها ما نتوفيش اللي يستك تشوف مثلا بلاسة وين كان ديوين الزي تقبل في ثنيت جيبس دبويت متاع ستي لقبل حالة هذكا معناها وسط مدينة راه وسط مدينة فاني مدينة في الجمهورية التونسية شنو اللي يخلي اسفقس اليوم ولا تخربها كما تقول انت يا حلام الحشيش شنو اللي يخليها في الوضعية هذي هذي هو اللي طرحناه احنا نهار السبت خطر وقت تحط اسفقسية اي اسفقس يتاخذوا وتسهلوا يعرف شنو اللي يمقلقوا ويعرف كيفاش يحبوا يتصلح ويعرف شنو المستقبل يحب يشوفوا في اسفقس وين بعد نقعدوا لكلو كلم فردي اراء فردية ما عرفنيش احنا اسفقسية كيفاش هذية ونحطوه صلب قرار جماعي جيهوي محلي ونعرفوا كيفاش نوصلوه مش الاصحاب القرار خاطر اصحاب القرار ههم احنا احنا اللي نقرروا نقرروا باسواتنا نقرروا بالضغط متاعنا نقرروا زيدا بطريقة اللي نعرفوا كيفاش نقدموا بيها المطالب والمشاريع اللي نحبوا عليها واحنا حركة مشروع تونس هذي حبينا نعملوا في الندوة هذيكا اللي يجبنا لعباد الكل اللي كل واحد كي تاخذوا وحده ولا تاخذ جمعيات وغيره كل واحد عنده تصور خارق العادة عنده مشروع كامل معناه متكامل للجهة اسفقس اشتركوا في القناة